السيد الرئيس المحترم السادة الوزراء المحترمون سيدات والسادة النواب المحترمون اسمحوا لنا بداية أن نتقدم بتعازين الحرة للأسرة الكبيرة والصغيرة في وفاة واحد من رجالات المقاومة والحركة الوطنية إنه الأستاذ النائب السابق محمد بن سعيد أيت يدر ومن ناحية ثانية اسمحوا لنا السيد رئيس المجلس أن نعبر عن إدانتنا وشجبنا لسقوط رئيس الحكومة للمرة الثانية في توجيه شتائم بتلويث الجو داخل المجلس بأحد مكونات المعارضة وهو ما يتعارض مع المقتضيات الدستورية والنظام الداخلي وأخلاقيات العمل السياسي مما يتطلب تدخلاً حازماً من مكتب المجلس سيد الرئيس المحترم سادة النواب المحترمون سيد الرئيس وقف التوقيت أنا مرحب سيد النائبة نعم ما غيرت قش نسامح في هذه الممارسات بارح در التنبيه اليوم التنبيه مر الماجي غنب نفد النظام الداخلي أتشرف بتناول الكلمة باسم المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية بمناسبة مناقشة عرض الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات في رسم سنة 2023 أمام مجلس النواب وهي مناسبة لنشيد بالعمل المهم الذي يقوم به المجلس الأعلى للحسابات باعتباره الهيئة الأعلى التي تقوم بمهام رقابة صرف المال العام وكشف الاختلالات التي تطال منظومة تدبير المال العمومي خاصة وأن أعماله تساهم في تطوير الدولة ودعم برلمان للقيام بوظيفته الرقابية والتقييمية بهدف تطوير النجاعة ومحاربة الفساد في شتى المجالات لكن سمحوا لي أن أبدي ملاحظة جوهرية وقفنا عليها في المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية من خلال اطلاع على تفاصيل تقرير السنوي للمجلس تتعلق بعدم وضوح معايير ومرجعيات اختيار فترات تقييم البرامج والمخططات موضوع التقرير خاصة وأن تقييم بعض الاستراتيجيات هي فترة إنجاز الحكومة بعينها رغم أن هذه البرامج في غالب الأحيان تتجاوز ولاية حكومة واحدة مما يجعل عملية التقييم غير مفهومة ومبطورة في مجموعة من المحاور التي تناولها التقرير فهناك برامج انطلقت سنة 2003 واعتمدت تقرير فترة تقييمها ما بين 2015-2023 وبرامج حددت فترة إنجازها ما بين 2009-2030 وتم اعتماد فترة تقييمها ما بين 2010-2021 وهو أمر غير مفهوم سيد الرئيس المحترم سأتناول بالتحليل في مداخلتهاته بعض النقاط من موقع المعارضة الناصحة والمقترحة على الحكومة من أجل مصلحة الوطن أولاً في قضايا ذات راهينية بالنسبة لتنمية بلادنا واستجابة لتطلعات المواطن المغربي الذي يستحق فعلاً ما هو أفضل وأصلح بالنسبة لمحور المديونية لقد أكدنا في المجموعة النيابية للعدالة والتنمية خلال المناقشة العامة لمشروع قانون مالية لسنة 2024 على الارتفاع المتسارع لمعدلات المديونية واستجلنا بقلق كبير ارتفاع حجم المديونية في سنة ونصف من الولاية الحكومية الحالية بـ 125 مليار درهم خاصة وأن العجز المسجل في الميزانية العامة يسجل ارتفاعاً مستمراً ويعد من الأسباب المباشرة لارتفاع المديونية العمومية ويؤدي إلى اللجوء إلى الأسواق المالية الداخلية وتعبئة تمويلات من الأسواق الخارجية إن التدبير العمومي لميزانية الدولة والمؤسسات والمقاولات العمومية لا يبدو أفقه مطمئناً خاصةً في ذل استمرار عجز الميزان التجاري وميزان الأداءات واستمرار ارتفاع مؤشرات التضخم هنا دون الحديث عن التكلفة المالية المتوقعة لإصلاح منظومة تقاعد وضمان ديمومة سنادقها التي نسجل أنها لم تعرف أي تقدم في معالجتها منذ الإصلاح المقياسي الذي أقرته الحكومة السابقة سنة 2016 وسنة 2021 رغم إعلان الحكومة في تصريحها الحكومي على مباشرته خلال الأسدس الأول من سنة 2023 إذ نسجل جمود الحكومة في تناول هذا الملف الحارق ونؤكد أننا في المجموعة النيابية للعدالة والتنمية لازمنا ننتظر تدخلها لمعالجة ورش إصلاح الهيكلي لأنظمة تقاعد ومخرجات الحوار مع الفرقاء النقابيين خصوصاً وأن العجز يتفاقم يوماً عن يوم وسيكون له تأثير على الميزانية العامة إن التمويلات المبتكرة التي اعتمدتها بلادنا منذ 2019 بمنطق الشراكة ما بين القطاعين العام والخاص من أجل تمويل الأورش الكبرى عرفت انحرافاً عن أهدافها خلال الولاية الحالية حيث تحولت إلى وسيلة لتفويت ملكية بعض الأصول العقارية للدولة مع الحفاظ على استعمالها في إطار عقود طويلة الأمد مما يجعلها مديونية مقنعة ومفلتة من الترخيص البرلماني الذي تؤثره المادة 20 من القانون التنظيمي للمالية وهنا لابد من أن نؤكد على أن الحكومة من أجل تجاوز إشكالية المديونية يجب أن تعمل على تقييم الاختيارات الاستراتيجية التي انخرطت فيها بلادنا من أجل بناء اقتصاد تنافسي وقوي وفق الرؤية المحددة في النموذج التنموي الجديد انتلاك الشجاعة السياسية من أجل القتل مع الفساد المالي والريع والاحتكار الاقتصادي وتضارب المصالح في تنزيل السفقات العمومية دعم الطلب الداخلي عن طريق تخفيض المعدلات الضريبية على الأجور وترشيد النفقات العمومية فيما يتعلق بمحور السدود تعيش بلادنا اليوم وضعاً مائياً صعباً بسبب توالي سنوات الجفاف حيث باتت عدة مدن مغربية مهددة بالعطش في ظل تسجيل تراجع كبير وغير مسبوق على مستوى حقينة السدود والمشاءات المالية حيث تراجعت إلى 23% خلال يناير 2024 إذ لم تعد مجموعة تساقطات المطرية إلا 21 مليمتر مما يجعل المغرب يعيش وضعية إجهاد مائي هيكلي هذا السياق لا بد من التأكيد على خطاب صاحب الجلالة حفظه الله الذي أكد على أن لا يكون مشكل الماء موضوع مزايدات سياسية أو مطية لتأجيش توترات الاجتماعية فهذا موضوع استراتيجي لا يجب تسيسه خاصة وأن جلالته هو الذي يرأس لجال العمل مكلفة بتدبير إشكالية الماء مما يؤكد حرصه نصره الله الشديد للحفاظ على الموارد المائية بالمغرب وتثمين هذه المادة الحيوية وإذ نثمين التدابل والإجراءات التي اعتمدتها وزارة الداخلية لوقف هضر المياه خلال الاستهلاك اليومي بهذا المورد الحيوي نؤكد على ضرورة تدخل الحكومة لاتخاذ إجراءات استعجالية مماثلة في مجال استغلال الماء في القطاع الفلاحي الذي يعد القطاع الأكثر استهلاكاً للماء بنسبة 87.8% من إجمال الماء المستهلك واعتماد تدابر واضحة ومطمئنة تضمن المساواة في التعامل بين المواطن البسيط والفلاحين الكبار في مجال تدبير أزمة ندرة الماء إن تدبير أزمة ندرة الماء تقتضي مننا جميعاً تحلي بالمسؤولية والجدية والحديث بشكل صريح عن أسباب تأخر إخراج دراسات الجدوى لبناء السدود خلال الفترة شكراً سيدنا إبان تحت توقيت